فضيلة الشيخ فقكم الله الذي يخالف السلف في مسألة من مسائل الإيمان كمسائل الإرجاء وغيرها هل يصير مخالفاً لمنهج السلف ولا يكون منهم؟ نعم إذا خالفهم في مسائل الإيمان مسائل الإيمان لابد من اتباع السلف فيها إذا خالفهم في الإرجاء أو خالفهم في الجبر مذهب الخوارج أو خالفهم في مذهب المعتزلة فليس منهم ليس من السلف نعم يصير ممن انتسب إليه إن كان انتسب إلى مذهب الخوارج فهو خالف ان انتسب إلى مذهب المعتزلة فهو معتزلي إن انتسب إلى مذهب المرجئة فهو مرجئ نعم